أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن عقد مؤتمر صحفي عالمي خلال أيام لشرح محددات الموقف الاقتصادي والرد على التساؤلات المطروحة بشأن عدد من الملفات واستعرض مدبولي خلال اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة نتائج الجولة الميدانية التي قام بها مؤخرا لعدد من المشروعات الصناعية التي تتبع القطع الخاص بمدينة العاشر من رمضان وبعض المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العبور الجديدة وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها وأنها لم تتأخر حتى هذه اللحظة في سداد أي التزامات إلى جانب التأكيد على مواصلة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات ودفع مشاركة القطع الخاص مشيرا إلى الدور الفاعل لوحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء في التعامل الفوري مع ما يواجه المستثمرين من تحديات ومشكلات هذا ووافق المجلس على قرار بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن هذا العام بحيث يكون سعر الضمان خمسة ألاف وخمسمائة جنيه لقنطار القطن طويلة تيلة واربعة ألاف وخمسمائة جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة ترجمة نانسي قنقر